بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمدنا وعلى آله وصحبه وسلم ان شاء الله كما اعتادت الجمعية دينا دي جمعية العمل الاجتماعية لموظفي عملت فاس انها تنظم كل سنة ان شاء الله الحفل على شرف الموظفي الموظفات اللي تحالوا على التقاعد وجرينا على هذا العداء فان شاء الله اليوم على الساعة الرابعة ان شاء الله يتم تنظيمة الحفل على شرف 17 موظف موظفة وحيلوها على التقاعد هذه السنة اذا تنشكروا فاس النيوز على الاهتمام والاهتمام بمسألة هذه ونتمنوا ان شاء الله ان تلاقوا فرص قادمة ان شاء الله وشكرا بسم الله الرحمن الرحيم كما قال السيد الرئيس هذه عادة دي جمعية العمل الاجتماعية دي الموظفي عملت فاس كان نضمو كل سنة حفلة سكريم دي الموظفات اللي غا يغادرون الحياة المهنية بطول العمر لهم موظفين كما كتعرفو موظفات اللي قداو يعني زهرة دي العمر ديالهم قدموها يعني دوزوها في العمل في الإدارة وفي خدمة المواطن والمواطنين والمصلحة العامة ديال البلاد يعني الموظف عمومي رقم عارفين الظروف اش كي يشتغل والمصار المهاني دياله سانوات ديال ديال العمل باش كي يوصل الستين سانة باش يخرج للتقاعد الخاصة ديال هاد السانة ان نوزنا واحد ثلاثة ديال الموظفين ديال الموظفين اللي غادرونا يعني قبل ما يوصلوا سانة تقاعد غاد ينكرموهم في الغياب ديالهم وبحضور العائلات ديالهم يعني وهذا الحفل ما ننسوش بأنه كيتنضم دعم من السيد والي جيهاد فاس مكناس والسيد رئيس مجلس عمالة فاس هادو ينضمو كي يشجعوا الموظفين الموظفات وتكون واحد الحفل يعني بهيج اللي كي يحضروا فيه الموظفين كاملين ديال العملاء وكترك عارفين كتلقى كلمات اللي كتنوه بالمجهودات لم طرف هاد الكلمة كتكون سواء لم طرف السيد والي ولا سيدة إدمجة العملاء ولا سيدة إجمعية العملية وهاد شي ما هو غير قليل هذا غير مزيء في حق هادوك الموظفين ليسدوا يعني واحد الخدمات جليلة للوطن